أوكرانيا تكرر الضربة على روسيا بصواريخ غربية فبعدما ضربت روسيا بصواريخ أمريكية هذه المرة لجأت إلى صواريخ بريطانية تدعى بستورم شادو فما هي تفاصيل هذه الصواريخ؟ المدى 250 كم الطول أكثر من 5 أمتار والوزن 1300 كيلو جرام وتكلفة الصاروخ الواحد تتجاوز 760 ألف دولار للصاروخ يتم إطلاقها من طائرة تحلق على علو منخفض تجنبا لكشفها وتستخدم بشكل رئيسي لضرب أهداف عميقة ومدفونة لكن ما هي تفاصيل صواريخ التاكمز الأمريكية؟ المدى يصل إلى 300 كم الطول 4 أمتار الوزن 560 كيلو جرام للرأس الحربية الواحدة صواريخ التاكمز M39 الأمريكية تصل تكلفتها 820 ألف دولار للصاروخ الواحد بينما التاكمز M57 تصل التكلفة أو تتجاوز المليون و700 ألف دولار للصاروخ الواحد وضربت فيه مستودع أسلحة يقع في منطقة كارشيف الروسية أوكرانيا أو الولايات المتحدة أعلنت عن دعم أوكرانيا بحزمة 275 مليون دولار إضافية لتلبية حاجاتها الدفاعية